اهلا بكم قتل وأصيب تسعة جنود من قوات الأمن والحزام الأمني إثر التعرض دوريات عسكرية للتفجير بعبوات ناسفة في مديرية موديا بمحافظة أبيان مصادر طبية في مستشفى لودر قالت أن المستشفى استقبل ثلاثة قتلى وستة مصابين كانوا مشاركين في الحملة الأمنية التي أطلقتها قوات الأمن وقوات الحزام الأمني في مديرية موديا لملاحقة مطلوبين أمنيا وكانت الحملة الأمنية قد تعرضت لهجوم قبل عناصر تنظيم القاعدة استهدفت دورية شرق موديا تبعت اشتباكات مصلحة بين الطرفين استمرت لأكثر من ساعتين من جانبها أكدت إدارة أمن محافظة أبيان استمرار الحملة الأمنية المشتركة لملاحقة العناصر الإرهابية قالت وكالة رويترز أن تأخر تسلم اليمن الوديعة السعودية الإماراتية المقدرة بثلاثة مليارات دولار يأتي بسبب الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في البنك المركزي اليمني دون أن تسميها قولها إن أبو ضابي والرياض اشترطتا على الحكومة إجراء أصلاحات تتعلق بإدارة التمويل الخارجي والإيرادات المحلية وبحسب الوكالة فإن مصدرين آخرين قالا إن الخصومات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي تتسبب في تأخير جلسة برلمانية للمصادقة على إجراءات من شأنها أن تسمح للمجلس بالموافقة على تشكيل لجان جديدة لمحاربة الفساد ومراقبة العطاءات قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ إن واشنطن ملتزمة بتوسعة الهدنة في اليمن بحلول الثاني من أكتوبر المقبل مؤكدا أن ذلك يستدعم الميليشي الحوثي التحلية بالمرونة وتقديم تنازلات وحضر الوسيط الأمريكي في مقابلة مع قناة الشرق من أي عودة للحرب في هذه المرحلة مشيرا إلى أن ذلك سيقوض كل التقدم الذي أحرز كما سيؤدي لإلحاق المزيد من الدمار بالبنية التحتية وتفاقم الأزمة وفي مقابلة مع موقع عرب نيوز قال ليندر كينغ إن هناك إجماعا داخليا ودوليا قويا لصالح استمرار الهدنة مهددا الحوثيين بعزة تامة إذا اختاروا الحل العسكري أكد رئيس أبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة اللواء مايكل بيري العمل مع الحكومة وميليشي الحوثي من أجل إحراز تقدم فعال في تنفيذ اتفاق الحديدة وأهمية الحفاظ على الطبيعة المدنية للموانئ المدينة وفي اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية أحمد بن مبارك ومسؤولين في الحكومة تطرق بيري إلى أهمية تعزيز التعاون بين البعثة والحكومة وتوسيع وجودها في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية في الحديدة بما يتماشى مع الولاية المناطة للبعثة وكان رئيس البعثة قد أجرى جولة إقليمية استمرت أياما إلى السعودية والإمارات التقى خلالها مسؤولين في البلدين والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده تدعم اتفاق وقف إطلاق النار باليمن وتمديده مطالبا برفع ما أسماء حصار اليمن وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا أكد عبد اللهيان خلال رقاء وفد الحوتين التفاوضي دعم تهران للشعب اليمني في إشارة إلى الميليشيا التي تدعمها إيران من جهة يتهم الناطق باسم الميليشيا محمد عبد السلام الحكومة والتحالف بعدم تنفيذ العناصر الأساسية لوقف إطلاق النار معتبرا أن تحقيق ما وصفها بالقضايا الإنسانية ضروري لدفع أي سلام عادل في اليمن نهاية الموجاز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر